جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا يا يرام كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف هذا شيء طبيعي فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمي أعطني ثمن صوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسنا عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئا من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئا نبيعه ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفيد عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا سأوجد نفسي للعمل حطابا ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة هل تمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقتم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسنا سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون ربا وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسنا سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهودا على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيدة إذن أحضر كفيلا يكفل لك مالك كفى بالله كفيلا لا أدري ماذا أقول لك عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طيب هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد؟ مئة دينار من الذهب أنت تأخذ عشرين دينارا فقط من كل راكب أنتم اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد خمسون دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية السناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقص بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقرضني المال؟ أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك لتثبت أنك على حق؟ ماذا تقصدين حوفيرا؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذن هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واثقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من الدين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر ما هذا الجزع الضخم فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى سيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة والذي وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه آه اللهم أني السودعتك ديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله؟ أما تصرفت بحمق وتسرع؟ هل تريد رأي؟ طبعا أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تشتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تمس أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يردن شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود؟ نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان ها 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 يا لك من مسكيد الشرف والأمان لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفاءل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يرام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجرى راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اشتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه؟ ما لي؟ لكنك أعدته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا آه لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام آه ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقتردها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل ما رأيك يا مولاتي؟ رائع هذا ما كنت أريده بالضبط لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه لكنه أعجوبة تستحق التعب جهد عظيم يا رشيد الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوات فرحة اليوم تفوق الجميع وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة ها هي الشمس تتوسط السماء حانت لحظة السجود رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه عمبر أين كن؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم وأقسم أن يذبحك لكني مظلوم كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة بل كنت تلهو وتلعب أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة وقد أحط بما لم يحط به سليمان وجيته من سبأ بنبأ يقين يا ويلي نسيت أن أخبرك يا عمبر نبي الله سليمان وضع ثلاثة احتمالات الزبح أو التعذيب والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما هذا؟ صبيحة صبيحة أمرك يا مولاتي الملكة ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة لا أحد يا مولاتي أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريره إلى جوار رأسي أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا أريدهم في اجتماع عاجل لقد فتشنا القصر بعناية لم تدخل نملة دون علمنا والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربية الخاصة ولن أسمح باتهامها بالخيانة لم أقصد ولكن الأمر محير من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فالتقطع رقبتي فورا قضع رقبتك لن يحل اللوذ أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء أمر مولاتي وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عادتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر اصبروا يا سادة ستعرفون كل شيء في حينه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف هذه علامة على أننا مخترقون الأهم هو ما تحويه الرسالة ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هل انتهت الرسالة؟ نعم ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان يقولون إنه رجل قوي حكيم ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول أيها الناس أفتوني في أمري تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي مولاتي إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء ونستطيع خوض الحرب متى أردتي الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذه عادتهم دائما ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهيرة للملك سليمان لو كان الملك سليمان عجلا قويا طامعا في الدنيا فسترضيه الهدية وذجعله يكف أذاه عنه ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة ماذا سيفعل وقته؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الزهر هذا رأي أنا أيضا أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكم لن أعيد توصيتكم نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي سأراقب أحوال مملكة سليمان خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم بالطبع لا نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه فهمت يا مولاتي أظهر لهم الودة والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك بكل تأكيد يا مولاتي اطمئني هيا ابدأوا التحرك لترعاكم الشمس المقدسة وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام انظر يا عمار لم أرح دائق بهذا الاتساع من قبل إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريحة بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مولاي الملك سليمان تفضل هذه هدية من الملكة بالقيس ملكة سبأ قال لهم نبي الله سليمان ما هذا أتغرونني بالمال ليس هذا ما قصدناه يا مولاي إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ قال لهم النبي لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم ارجع إلى أرضكما وقول لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العقس يا قائد الحرس لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها بل تتولى حماية البلاد يا نامق واحرص على حراسة عرشي جيدا لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي تصحبك السلامة يا مولاتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه استقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون كان نبي الله سليمان استعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله انظري يا مولاتي إلى التمثيل كأنها حقيقية والفاكات والأسماك إنها معجزة لا تشير هكذا يا صبيحة ولا تبدي انبهارا بما ترين سأحاول يا مولاتي حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش وصلنا يا مولاتي تفضلي بالدخول قال لها نبي الله سليمان أهكذا عرشك؟ كأنه هو ولكن كيف جاء من سبع إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان لقد أوتينا العلم من قبلك لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه يا له من ملك كريم معظيم نداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح ما هذا؟ إنه بحر لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر أستغفر الله العظيم لقد ظلمت نفسي طويلا كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات أمرك يا سيد القائد هيا اضر لا تندفعك الثور واحرص على حفظ توازنك معذرة يا ذو القرنين بتار عقاب أمرك يا ذو القرنين رهن إشارتك أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار أليس الاختبار شاقا؟ من يفشر فيه لا أريده في جيشي واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة أمرك يا سيدي لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه من يسقط من التعب يترك الجيش فورا أيها التاجر أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة خذ اللحم دون أجر يا عماه دون ثمن بارك الله لك بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس عقاب أين أنت؟ هنا لم أكل منذ الصباح ليس هذا وقت الطعام هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية استعدوا للسفر سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي ها قد اعترفت معظم وليس كل يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد الله ابتلاني بالقوة والعلم يرى إن كنت أشكره أم لا وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم لنسافر غدا إن شئت بل نسافر الليلة سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هؤلاء القوم لماذا يجلسونك المرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الضمأ ولا زرع أمامك كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء يمكنكم أن تحفروا هنا الماء يا سيدي لا أصدق عيني نعيش فوق الماء ولا ندركه كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر بل اشكر من وهبك الخير عم من تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة لقد انتهت مهمتنا ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم فصلوا لله واشكروه إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة احسموا أمركم الحرب 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 انتظروا أيها القوم لماذا نحارب ذي القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خاونة أتباع للغزاة نقتلهم يا سيدي ليس الآن بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخاونة هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال زلزال المصيبة الأكبر إنه جيش الأعداء أيها القوم ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم وإنما جئت لأنشر الخير والعدل ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي نحن نستسلم أيها القائد خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا وتركنا لنعيش ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا إنها النهاية سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا سيدي ماذا نفعل بشأن الأسرة؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة لقد كان القوم كلهم فاسدين فهل نعذبهم جميعا؟ لا الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي لم يكن بوسعهم غير السكوت لم يكونوا قادرين على المقاومة هل نعف عنهم إذن؟ ليس هذا فقط بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا أنهذ القرنين مهمته وقرر الرحيل فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة سيدي لقد استبد بنا تعب يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك مرهم بالتوقف سيد القائد إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة ولماذا نختار الأماكن الوعرة سكان القصور والحدائق ليس في حاجة إلينا بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين توقف أيها الساحر إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته يجب أن ندافع عن ألهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل ستعيننا أرواح الآلهة لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احق دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم أشكرهم ولكني أريد أن أقول شيئا صمتا أيها الناس إن ولاءنا لله وحده والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير أبيض أو أسود أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله قوموا بترويض الخيول كما علمتكم عندي سؤال يا سيد القائد تفضل كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض هذا من فضل الله وحده قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك أتجه إليهم بإذن الله الحرارة لا تحتمل غدا تعتاد الجو الحار هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة إنهم هناك ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل ولم يعلمهم أحد كيفية البناء وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام يسألون عن الخيام أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار أمرك يا سيدي ولكننا لا نعرف لغتهم سأحدثهم أنا أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار في الحال يا سيدي وأنت يا عقاب مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالاً وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السرديم احذر وأنت تتحدث أمامهم أه؟ لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات علمنا ذو القرنين لغتكم هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصاً في كلامك ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي جزاك الله خيراً عنا وعنهم هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة إننا لن ننساك يا ذا القرنين أشكرك لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك أنا أدعو لك من يدري أينا عند الله أكثر صلاحة ليست الهدايا في مقامك لكنها أفضل ما لدينا هذا الذهب لا يلزمني ربما يسعد النساء في قبيلتكم هل ترد هديتنا المتواطعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري أنا لا أستقر في أرض كما ترى ولكن أحب أن أراك على خير هونجا وعليكم السلام أيها القائد النبيل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور توقفوا هنا الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا نعسكر إذن أيها القائد بل نستمر في صعود الجبل كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف لا أظن أن هناك أقوام يعيشون في تلك المنطقة النائية كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس سنصعد الجبل هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد إننا دائما أتباعك المخلصون سبحان الخالق العظيم والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض من صخور الجبال ولمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف أين هو؟ اقترب يا رجل اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا كان رأيك هو الأصوب كالعادة لا عليك هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم ولكن في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا دلني فقط على مكانهم لا تطاردهم سأحدثهم بلغتهم سياناو السلام عليكم يا أهل تلك الأرض جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث ما أعجب هؤلاء القوم إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح أي تطيبة وأي صلاح؟ إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا لا 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 أظن ذلك وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش لن نخسر شيئا إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة ماك حق هي تجربة خطيرة لكن ليس أمامنا حل آخر لنسرع إلي قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم هيا بنا ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر لا أريد أن أفسد الشاهية أريد لحما آدمية لا تخاف لن أؤذيكما نشكرك أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد خلقنا الله من أب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليه السلام وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء لم نر في حياتنا إنسانا مثلك ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين صدقونا أيها الناس إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجرا مقابل حماية أي قيمة لأجر يساوي الحياة لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا إنه يستحق اهربوا إنهم قوم مأجوج لا تخافوا أنتم الآن في حمايتي إنك لا تعرفهم يا سيدي إنهم أقوام شرسون لقد رأيت عملاقين منهم إنهم قوم يأجوج أما مأجوج فهم أكثر خطورة كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم أمر عجيب إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة والعمل كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا سأفعل إن شاء الله أيها القائد الكريم لقد أحضرنا هذه الهدايا لك ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا أرجوك أن تقبل خذوا أموالكم وهداياكم لست أتقاضى عن عمل أجرا إنما أعمل لوجه الله عز وجل لقد سمعنا من أخبارك الطيبة وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة هذا من فضل الله نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع هنأزى يأجوج ومأجوج سأبني لكم السد ولكن عليكم أن تعينوني نحن خدمك ورهن إشارتك مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة توكلت على الله لماذا لا نهجم على أهل السهول إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة نعم نعم أفضل أن لا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله آتوني بالحديد ضعوه هناك لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم نحن أقوى منهم وأسرع يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء إن صهر الحديد أيها القائد أنفخ الآن حتى يصير نارا هل نهدر النحاس المزاب؟ نعم صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها حسناً هذا يكفي ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة ولتأتي المجموعة الثانية للعمل لم نشعر بتعب يا سيدي هذا أمر واجب التنفيذ فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة هيا أكمل عمل إخوانكم ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا يجب أن يصل إلى آخر الجبل لن يستطيع تسلق هذه المسافة إننا نبني سداً ليعيش إلى ما شاء الله بتار نعم يا سيد القائد هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه إنك لم تنل قصة من الراحة منذ أيام يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعاً ونحطمه آه آه إنه لا يتزحزح اقضفوا بكرات النار النار ترتد إلينا آه افعلوا أي شيء الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء انتهى البناء وأيها القائد هذا رحمة من ربي مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي هذا قدر المجاهدين في سبيل الله هذا السد لا يمكن تحطيمه أظن أنه سيبقى إلى أبد الدار لا شيء يبقى إلا الله السد اليوم منيع ولكن له أجل سيبلغه ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاة والأقوام الفاسدين منهم الملك الهكسوسي سنان بن الأشل الذي غزى مدينة منف وصار حاكما على أجزاء من أرض مصر مولاي العظيم سنان ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش أسرت مرأة عظيمة الحسن وعظيمة الشأن أيضا في غارتي على إحدى القبائل ومن تكون هل سمع مولاي برجل يدعى إبراهيم تحدى الملك النمرود وهزم أذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما إنه هو يا مولاي هو رجل عجيب يدعو إلى إله واحد ويفتن الناس بحديثه أينما ذهب ولكن ما علاقته في الأمر لقد أسرت زوجته اسمها سارة هذا خبر عظيم زوجة إبراهيم أصبحت جارية في قصري هيا 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 اقترب مني أيتها الجارية الحسنى اللهم نجني من كل ظالم جبار أغتنق لا أستطيع التنفس هذا من سوء عملك أرجوك امنعي ما فعلتيه من سحر أستغفر الله العظيم ليشفيني سأدعوه على أن تلتزم الأدب سأفعل أتوسل إليك اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك الهواء يدخل إلى صدري ما هذا قل الحمد لله اذهبي عني هيا ابتعدي يا حراس أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة أسرعوا هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة ألم تتعلم من المرتين السابقتين لقد أخذت كل الاحتياطات وأشعلت البخور المقدس وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر كما أن الآلهة كلهم حولي ليهدك الله أيها المسكين كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث الملك لله وحده فلا تغطر بقوتك سأريكي مدى قوتي عادت الآلام مرة أخرى ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به أرجوك أرجوك ساعديني لا أستطيع احتمال الألم اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اشفي فأنت الشافي أقسم أنني لن أحاول إيذاءك مرة أخرى أهلا بالسيدة الصالحة سارة قررت أن أطلق صراحك هل جاء إليك نبي الله نعم قابلته قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير إذن أنت آمنت به اسمعي يا سيدتي إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد فهل نضر أنفسنا لست أفهم لكم دينكم ولنا دين انتظري أيتها السيدة الصالحة ماذا أيضا هدية من الملك ذهب وأحجار كريمة وأميرة مصرية أسرتها وستكون جارية لك لا لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة هدايا الملك لا ترد سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح ما اسمك يا فتاتي جاريتك هاجر يا مولاتي بل أختي في الله يا هاجر تعالي معي عسى أن ينفعنا الله بإسلامك إسلام سنتحدث كثيرا فيما بعد السلام عليك أيها الملك وعاملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها هذه النباتات ستفيدك كثيرا بإذن الله لعلها تشفيني الأصح أن نقول لعلها أن تكون سببا في الشفاء لأن الشافي هو الله وحده ما أجمل دينكم الحمد لله أن هدانا للإسلام وأرسل لنا خليل الله إبراهيم خليل الله يا له من لقب عظيم لم أسمع به من قبل عند أي كاهن الكهان يا ابنتي ابنتك لم يمن الله علي بالإنجاب وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر هذا من حصن حظي يا سيدتي كنت تقولين شيئا عن الكهان لا أحبهم فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة هذا صحيح ألن ترتاحي قليلا؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله لا تنسى شيئا واحرص على الأسواب الحريرية أمرك يا سيدة والها أهنئك على هذا الحظ أي حظ؟ عن أي شيء تتحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوت قد بعصه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعمراء نعم وسنمضي أغرابا إلى هناك أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين يا له من إحساس طيب 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 أسرع بأعداد المؤن أو شكنا على الانتهاء كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام وإذا به يبتسم في وجهي ألن تتوقفي عن السرسرة وإضاءة الوقت؟ لم أقصد آسفة احمل السناديق إلى الجمل سأمضي أنا يا لها من إبرأة فضة كيف يكون لنبي الله لوت زوجة كهذه؟ لا يصح أن نقول عنها سوء من غير حضورها هذه غيبة هكذا علمني نبي الله إبراهيم ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته؟ في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء ويستوي عنده الحر والسقية نحتاج إلى شيء من الطعام أستحلفكما بالله الترتاحة فأذهب أنا لإعداد الطعام هل لي أن أبوح لكي بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري وأنا لا يرطيني أن يبقى دون ذرية إن هذا حق أي رجل عادي فما بالك بنبي الله وخليله وما ذنبك أنت يا سيدتي هذا أمر الله وله في ذلك حكمة بكل تأكيد لقد أراحني أن أتحدث معك لا أدري بماذا أجيب كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكه والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك ما أطيب كلماتك وأرقها أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر الحمد لله على الدين الحنيف ملة إبراهيم عليه السلام تقبل الله منك يا هاجر منا ومنك يا صاحبة الفضل أريدك في أمر مهم أؤمريني يا سيدتي لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة هذا تصرف في منتهى النبل والرقي تعجب الخليل من الفكرة في البداية وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة هذه مهمة صعبة كيف تجدين من تستحق هذا الشرف وجدتها بفضل الله الحمد لله ألا تريدين معرفتها؟ بل أتوق شوقا لمعرفة سيدتي الجديدة إنها أنت يا هاجر أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله إنما لا أحتمل المفاجأة لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا وكان ظاهر الأمر شرا لنا وواطنه فيه الخير لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم لن أنسى فضلك هذا ما حيت وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة وأنجبت هاجر صبيا كالبدر هو إسماعيل عليه السلام يا لو من جو عاصف نجنا يا الله لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف إنه مأمول يا نيرا من رب العالمين ولكن أخشى على سيد إسماعيل فهو لا يزال رضيعا هاجر امرأة زكية وفطنة وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله آه الحمد لله هدأت العاصفة الحمد لله اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم اشتقت لمدعبة سيد إسماعيل ورؤيته وهو يفتسم وأنا والله أكثر منك إنه وليد الذي لم أنجبه وهو دعوة الخليل إلى ربي اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة وهناك قرر ما أدهش زوجته سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر يا زوجي وسيدي كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا لا يوجد هنا زرع ولا ماء أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم نعم إذن فالله لن يضيعنا سار خليل الله إبراهيم مسرعا وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال يا رب إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء ولم أترك لهم إلا رحمتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله يا الله سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله كان حلما هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه خيرا بإذن الله لا تشغلي بالك إنه مجرد حلم نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والضمأ فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة أيها الناس ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى أيها الناس أدركوني وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا ما هي طفل صغير يكاد يهلك وظلت هاجر تعد بين الصفا والمروى حتى أتمت سبعة أشواط واستبد بها التعب يا الله أهي حقيقة أم ثراب؟ إنه الماء لم أذوق في حياتي أطيب منه أنت يا حبيب الصغير؟ من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لك انظر يا جرهمي كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لا بد أنه وجد أثرا للماء إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان أذنت لكم ولكن بشرط ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم نعرف أنها بئرك أنت معاذ الله أنا لا أملكها أهى؟ ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده الله؟ نعم ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر هذا شرطي الوحيد تأكد أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة وسيأتي الخير لها من كل مكان نيرا ماذا دهاكي؟ أبشري يا سيدتي رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله هو قادم إلينا في الحال تأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام هل معه إسماعيل وهجر؟ لا ليس معه لابد أنه قد اطمأن عليهم هيا ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض مبارقة لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام الحمد لله أغنانا الله من فضله لا تردين خائبين إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم رأيته لهم وجه تضيء بالنور والحسن أمر سيدي أن نسبح لهم عجلا سميما أسرع في تنفيذ الأنب ولا تسر غضب الحليم ألم تسبح العجل بعد؟ سأفعل في الحال وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف لا لن يخدم ضيوف زوجي غيري سيدتي أنت متعبة وخدمة الضيوف تحتاج لمجهود كبير أعرف أنني قد صرت عجوزا ووصلت إلى سن التسعين ولكني أصر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي كما تحبين يا سيدتي هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآنية؟ إنهم لم يلمسوا الطعام بعد كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام ها؟ يا لهم بشرة طيبة ويحك يا نيرا كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت تسعين عاما قال لها ضيف إبراهيم أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حقا؟ كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم هم كذلك ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها ولكن سيدي لوط هناك هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام فأجابوا أنهم على علم بذلك وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والها ولماذا تهلك؟ زوجة النبي الكريم لوط لأنها كانت كافرة كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار أهذا جزاء الإحسان؟ ليحاسبها الله ليس أقصى مما تنتظره في صباح الغد ولكن يا سيدتي لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟ كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط فقلبه الطيب يفيد بالرحمة حتى على العصاة من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزارا لكل المؤمنين منذ بنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام الكعبة المشرفة والخير لا ينقطع أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق سارة سيدتي سارة حبيبتي هاجر خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراكي أطال الله في عمرك يا أم إسحاق أين حبيب الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل كم يحب إسماعيل ترويد الخيول لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك وأبوه إبراهيم فعيد بذلك حدثيني عنك يا هاجر أوحشتني لا أوحش الله قلبك الطيب أبدا إن مكة المكرمة أرض خير وسلام ليتك تقيمين معي فيها والله أحب ما أريد وماذا يمنعنا؟ سيدي إبراهيم أمر بذلك حتى ينتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها النساء في الصحراء يتعجبن من أمرنا يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة نعم صدق من أسماه خليل الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر